بسم الله الرحمن الرحيم الله وصليل محمد وعلي محمد. السلام عليكم طلاب. شلونكم ان شاء الله بخير. نكمل المحاضرة الثالثة من الفارماكولوجي ان شاء الله. طبعا هاي المحاضرة راح نكمل بها الفارماكاينيتيكس. فارماكاينيتيكس. حتى ان شاء الله بعد يبقى نحن محاضرة تكون على الفارما دايناميك. ويخلص الجنرال فارماكولوجي. ازيان. حتى ناخذ وراء بعض الالوية هي تبديل السهولة بقنافتين يعني تالي الفسلجة وشلون يعالج الدوة ونحفظه هي هاي. فالمهم وصلنا الى الفارماكاينيتيكس. مثل ما تذكرون احنا قلنا الفارماكاينيتيكس هي نختصرها بكلمة آدمي. اللي هي ابزوربشن وديستربيوشن والميتابوليزم والإكسكريشن. وقلنا ذلنا اثنينات المفردات مرات نطلق عليها المفردة واحدة. خلصنا الابزوربشن وحشينا على التفاصيل بها. وقلنا اهم عملية رياضية ممكن نحسب بها هي البيو افيلوبيتي. خلصناها وقلنا اهم عملية رياضية نقدر نحسب من خلالها هي الوليوم واخذنا جدول عليها وكلش مهم هذا جدول اللي اخذنا. اه اللي هو صار بعيد. يعني المهم هذا ما البييندينجز والاخري من التفاصيل. اه وين راح هنه? راح الجدول. قلنا بقى هذلنا اخر شي قلنا نسميه اليمنيشن. هس راح ناخذ الميتابوليزم شنو وين يصيرو وشنو التفاصيله. وكذلك ناخذ الاكسكريشن وناخذ التفاصيل عليها. طبعا اه هاي الموضوع بعد وقى سهل يعني بقت مجرد اسم علومات ابتشرة يعني راح ناخذها اللي هي عايشيها احنا بالحياة الواقعية. المهم يقول لك ترى اول شي لازم انت تخلي ببارك فادماء الوماس جدا مهمة. ترى الادوية هي ليس جزء من جسمك. يعني نسميه احنا زينو بايوتكس. اوكي? ما تقول اكسينو بايوتكس. هذا الاكس منه يجيبها للطريقة يلفظ حرف الزت او الزت او الزي. اه يعني زينو بايوتكس. اوكي? فهو ليس جزء من الزاء الجسم. فالجسم مني يشوفه يحاول لازم يتخلص من عنده. تمام? والادوية كلها معظمها تكون هي عبارة عن لبد. تمام? يعني معظم الوقت هي تكون لبد. دهنية. يعني جدا بالنسبة عالية. المهم. هاي الادوية تعتبر هي يعني الجسم يعتبرها في التوكسك. ويقول ما دام يعتبرها توكسك يعني ما دام هي ما شايفة بالجسم فايشي داخل الجسم مو من الجسم يعتبر توكسك. بس وما قل لك توكسك. بس قال potentially توكسك. يعني عدها الطاقة انها تكون توكسك. وهذا اخذنا احنا ما رسمنا الثرابيوتك ويندو تذكرون. قلنا اقصى كيمة الافكتف. اقصى كيمة. اقصى قيمة تكون الافكتف. واقل قيمة اللي هي تكون شنو سميناها. اللي هي يعني اقل قيمة بعد وليس يصير انافكتف. قلنا اكون هنا هذا مجال نسمي الثرابيوتك ويندو. تمام? فقلنا اكو بيهن يصير صغير وكو شبير. ايش عبورن يصير توكسك. فهي يقول لك اذا انت بهذا الداخلية هي تفيدك تمام. بس بيها طاقة انها يصير توكسك. كيمة اذا عبر المخطط الى فوق. فوق القيمة اللي المفروض انت ما تتعدها. زي. فلازم احنا المهم الجسم ريدي يتخلص منها عن طريق الميتابولزم. او. او. يعني اثنينات او واحدة من من القيام. زي. كفكرة الاساسية يجد الدراق يدخل الجسم. يصير بها او. عملية ميتابوليزم. يعني ببين بلكابيد طبعا. حتى ما كانت اخرى ممكن الكلية ساوي ميتابوليزم والانتستنس ساوي ميتابوليزم شن الهدف من الميتابوليزم نحول الدواء احنا مقدنا اكثر شي نكون نلبد هو نحوله اكثر بولر ليش ستاذنك ساوي بولر لان الاكسكريشن او اطرد عن طريق الكلية بصورة اساسية ما تقدر تطرد الا الاشياء البولر اوكي يعني الاشياء اقرب صفاتها تكون ووتر حتى تنطرد وانت اصلا ندخل لبد فشنو شلون لعدي احنا نحول هل لبد الى فشي اقرب للووتر عن طريق الميتابوليزم هو يحولها تمام وبالتالي يصبح الاشياء نخلص من عنده اذا نجي على الميتابوليزم طبعا اسمها الثاني مرات نسميها بايو ترانسفورميشن ممكن يتلاعبون دل افضل المهم الهدف هو شنو منها الهدف انه يجي لدراج اول شي يدخل فيزيا شون احنا بالكليات الموديول عندنا فيزيا فيزيا فيز وان وفيز تو اللي هي يتم التعامل وياهن بحيث يصير عندك فيز وان او ثلاث سنوات ثاني سنوات نفس الشي دوهم بالكبد عنده يعيش آي سالسنوات بس مو سالسنوات يعني عيشها يعني بس كتعبير مجازي الفيز الاول شي صير بيصير بي اما عمرية اوكسيديشن والاوكسيديشن يعني مو شرط يعني قصد معناها نضيف اوكسيجين ممكن اوكسيجين ممكن اوكسيجين ممكن اوكسيجين او يصير بيها اختزال او يصير بيها هايدرويدس استحلي هذا الهدف او هذا الهدف ثنينات نحن شنو نحاول نحاول الدواء انه يكون اكثر شنو بولار زيان تمام نكمل الفيز الثاني يعني مرات الفيز اول يكون غير كافي بانه يكون بحيث بولار بنسبة كافية نقدر انطرده فلهذا يبدأ الفيز تو مرات هاكو رأسة بعد كاف فيز وان ورأستين يصير بي شنو اليمنيشن مرات لا ندخل رأسة على الفيز تو شنو هذا الفيز تو نجيب هو الدواء اي دواء معين وندمجوها فد اسد نسمي جلوكو يورينيك اسد بعملية يسموها نسبة الي جلوكو يورينيك ديشن او مرات نضيف له سلفيت اسد فيسموها السلفاشن تمام هاي السلفين ممكن يسأل عليها او المهم هذان شنو الهدف منهن قلنا يحولا يعني يسوين كونجيكيشن يربطهن بحيث هذا يجيب الدواء ويربطهن مثلا غلوكو يورينيك اسد يسر كونجيكيشن وينطرب بعض الى الخارج جيد فعملية ميتابوليزم وشنو ميتابوليزم ميتابوليزم انت سوي تغيير في شكل الكيميائي للدواء او اي فد مادة كيميائية فانت الهدف من ميتابوليزم وشنو هسوا احليقلك تونحيش نعمية مرة انحول احنا فالشي يكون هو نون بولر يعني لبط بين قوسيا الى شي بولر اوكي يعني احنا لو ما صر هاي العملية السلفنا في هزوان وفي ستو خلنفرض هاي مثلا البومان كابسول وهاي هنا عندك البروكسيمال كنفوليو تيوبيول وهنا عندك خلايا تمام اذا اجى الدواء بحالة انه شنو لبط سوليبل خلنفرض هذا اللبط رح اخلي اكس يعني تمام واذا هو ووتر اخلينا علامة الموجب تمام فهسا نفرض هذا هو لبط ووتر انا مقصد ووتر يعني اقرب للووتر تمام هسا هذا اذا اجي هنا اكس اجي هنا الافرنت يوبيول زيار تذكرون والافرنت اجي هذا اذا كان هو بهالطريقة اكس بكل سول هو لبط فيقدر يقدر يعبر رح يصير بعملية reabsorption وانتو تذكرون اذا صار reabsorption يرجع الى الدورة الدموية ويبقى بالجسم فالجسم قال الكبد انا خليها ايدي شو رح اتزلك اياه بس رح اتزلك اياه هو بشكل بولار اللي وهاي العلامة فمن يجي بهالشكل رح يعبر غصبا علي هناك وضغط هيدروستاتيكي بس من يجي هناك تذكرون قدركم معلومة البولار او هذا ما يقدر يعبر لأن الخلية هي اصلا لبط وهذا مو لبط فما يقدر يعبر فغصبا عليه يظل هناك ووش اوتي يخرج مع البول تمام هي هاي الفكرة زيب اقل مست هيدروفيلك دراجز يعني هيدروفيلك لنا جماعتنا يعني هاي are less بايو ترانسفورمان يعني اذا دوة احنا قلنا معظم الادوية لبط بس هكو ادوية لا غيابة مو اللبط تكون مثلا اقرب منها ووتر فمارات ماد كل شي يعني يصير بها تداخل بالهاي فيزوان وفيزتو لا رأسة جسم قل عبر مثل استرابتومايزين نستقمين وال البان كورنا المهم يقول بايو ترانسفورميشن هو يحتاج لحماية الجسم من التوكسي شنو يعني قصده من هاي الجملة قصده يعني مرات اكو ادوية انت تدخل الجسم يعني شو نقول دخل بشكل اكس الجسم حاول يهضم بيشتغال فشنو حول الى فد شي واي مثلا هذا توكسي فهذا توكسي يحول الى شي يعني اقرب للأكس شو نقول اقل كون توكسي هذا نسميه احنا توكسي ميتابولايت توكسي ميتابولايت هذا جميع اجم الهضم للأكس الدول الاساسي فهي هاي هم يعني تبرق لك فمن ذل ما فتهم نحن لدينا phase one or non synthetic اسم الثاني maybe active or active هسن وضح شنو ما active و active phase 2 هو نسمي synthetic اللي شنو شنو بالفيز وان قلنا اوكسيديشن شوف يعني ضفنا OH والفيز تو لا يصير هنا مثلا نضاف ل كلوكويورينك او sulfation او كي يصير ميتابولايت وانا نطرح بعد اما ينطرح بالبيل او ينطرح باليورين او اذا بايل فيروح مع الغاط الفيسيز واذا بول يخرج عن طريق الميتابوليز الفيز وان الفيز وان شنو قلنا او ريدكشن او مثلا شنو بعد هيدرولايسس من يشتغل بهذا قلنا بالكبد الكبد اكوفا شي يتميز به الكبد موجود يحتوي على سايت كروم P450 هم اللي يسوي هاي الشغل مع الاكسيديشن والريدكشن والسؤال في التعبانة كلها كلها وهذا السايت كروم هذا السايت كروم P450 يا أستاذي العزيز وين موجود موجود داخل الكبد خلايا الكبد انت تعرف كل خلية تحتوي على شبكة بلازمية داخلية الذكرون شبكة بلازمية داخلية خشن وملسا فالمهم احنا ما حددنا خشن وملسا هي خلية الكبد تحتوي على شركة بلازمية على هاي شبكة بلازمية تلقي هذا السايت كروم P450 هو هاي هذا شي سوي هذا السايت كروم CYPS هذا يكضدها ويحول إلى شكل آخر بس لازم تخلي ببالك فالنقطة معينة وكلش مهمة ان هذا السي واي بي اكو ادوية ش تسوي للسوي للإنهيبشن بحيث الطفين بحيث ما يظل يشتغل ويا الادوية بحيث الادوية تفتر بالدم بالدم ليش لين هو هذا ما يشتغل عليها وبنفس الوقت اكو ادوية تيجي ش تسوي للإنديوسينك تشجع بحيث تدو خلي من نارة تطلع بالجسم فلازم تخليها ببالك يعني انت يجوز مرات تطلع دوية هذا اكس وهذا واي هذا الاكس يسوي يسوي انهيبت للواي بحيث هذا الواي يظل يفتر بالدم يفتر بالدم وهذا شي خطر ما نريد احنا يفتر وال او مرات تطلع مثلا دوية اكس يسوي بوزيتف بحيث طيعت خلاص ورا نص ساعة اللي قيت اختفى اشنا ليش لين هذا الدوية فهنا نسموه فالمهم يقول لك هذا الفيزون اللي ستشتغل بهاي انزيم سايتو كروم ب450 طبعا هذا اسم العائلة الاساسية هو بسايتو كروم ب450 PA وعدنا B والاخرين المهم يقول لك اما رأسة بعد يقوم بواجبة بسوء مية بالمية وانطرده او لا يدخل فيز دو ذي رأى دفرنت تايبس أوف سايتو كروم مثل ما قيت لك وكل وحدة تشتغل على دوية معين ف يعني ما نقول ما نقول احنا سايتو كروم هذا مثلا ونختص بالدوية في اكس وهذا نختص بالواي مرات يعني هذا يشتغل على اكس ويشتغل على هذا وعلى واي وهكذا يعني فيصير نسميه اوبرلاب يشتغل فالفكرة من هاي الصفحة او هذا السطر يقول لك انت مثلا ما يصير استاذ العزيز مريضة ادها تيبي مثلا تيوبركولوسيس وهي عمرها مثلا بعدها الشابة فجاي تاخذ حبوب منع الحمل تمام كونتراسبشن فانت ما يصير تطيها طبعا من ادوية الرفامباسين تيوبركولوسيس الرفامباسين ما يصير تطيها الرفامباسين وهي تاخذ كونتراسبشن ليش لان انت اذا مثلا كونتراسبشن يبقى بالدم هي تاخذ حبايا باليوم يعني مالة الهالف لايف تذكرون راح يظل 24 يوم وانه من دخل 24 لازم تاخذ حبايا ثانية في مستواب الدم فانت من تجي تاخذ الرفامباسين هذا شنو راح يؤثر على السايت كروم ب450 بحيث يسوي انديوسينج إليه تمام فخلال مثلا اذا هو 24 يبقى خلال ساعة ينبس وتبقى 22 ساعة انها هاي البنية معرضة للحمل فانت ما يصير تطيها هذا الدوع على هذا الدوع هي الفكرة ما على هذا يعني يقل لك نفس الفكرة النذير بالاكتر ممكن انديوسينج فالمهم صورة اساسية عدنا ثلاث ايزو انزيم يعني الصور ساعة كروم بها 450 اليوم نسميه CYP1 CYP2 CYP3 ثلاثة هو اشهر شي لحيث نسبته يمكن تقريبا 64 أو 36 ما جاء الذكر مهم اشهر او اكثر شي شوعا الموجود بالكبد تقريبا ها يشتغل ها هاي موني سبته بالكبد وانما على الادوية نحن بنعرفها ونستعمله بحيث ويتعامل ويتلعتين الى 50 بالمية من الادوية الموجودة بالجسم تمام طبعا يقل لك هذا الناس ساعة كروم ترى دير بالكتونك من الساعة قلت لك يا جا صاحب الليفر موجودة بس ممكن موجودة بالانتستانز وهي حجيناها بالمحاضرة قبلها كذلك كذلك رفرومايسين كتونزول انتراكنزول برام باميل ديلازام ديلازام المهم ممكن حتى اكل مثل العنب هم يسوي انهبشن فهي رح ناخده بالمحاضرة الجاي ان شاء الله ذلك كلهن ممكن يسون انتراكشن تمام ويت ريفانديمين اذا استمازول تتتك فكرة هنانا ادوية مبسطة اللي واذا ريفانبسين ويال كونترا ادوية الاستروجين فهي هاي نفس الفكرة بس منطق غير ادوية يقل لك ما يزي تستمل هذا ويهاضي يعني يصير انتراكشن طبعا انت اكو اشياء تأثر على هاي الاليمنيشن مثلا جندر سواء ذكر او انثى تختلف الاج الاج كل ما يتقدم الانسان بالعمر يتعب فيضل يتعب ما يشتغل صح فالدور رح تلقاه باقي بالدم نسبة اكبر اذا هو عند حالات جينية يعني متوارثة اذا الدم رح يوصل للكبد قليل فيتعب الكبد فهميا كأنه يعني هو كبر بالعمر فبالتالي يتعب السيتكروم ب450 وبالتالي يطول فترة بقاء الدم او الدواء بالدم اذا عند حالات مرضية مثل كبد تعبان المهم نفس الانوان يفتر عليه يقول لك inhibited or induces byther مثلا تشوف الريفامباسين ممكن يصير الانديوسر سترون حيشيناها مثلا المنه أنا قلت لك من الساعة يعني هاي تاخذ حبوب منع الحمل مثال ثاني الريفامباسين ممكن يعتبر الانديوسر بعد منه مثال الكارباميزين والفينابرامتون منه مثلا الانديوسر مثال احفظ لك وحسب الدكتور شون طلب من عدكم يعني اشهر السيمتيدين اللي واذا دوا ننطيحن عدهم الحموضة كلش عالية يعني يقلل حموضة المعدة هذا السيمتيدين يعتبر انزاي من هبيتارلس واي بي 450 وعندك رفامباسين هو هذا اشهر شي الشهير يعني في هاي الهالة الميتابوليزم هاي صان نسانح شبيه الوكسيديشن وها شنو الفايدة منها قلنا احنا نخليها اكثر اصير شنو اكثر بولار اذا صارت اكثر بولار يعني يعني ما تعبر الجدار الخلية يعني تعبر الليبت يعني رح صير هو كلمة معاكسة للليبت يعني رح نقلل الليبت يعني اذا قلت الليبت رح يصير اكثر وكذلك ممكن احنا نحول ادوية مرات اكو ادوية تكون هي مثلا اكتف يعني جاي تشتغل يجي الكبد يصير اكتف يعني يقلالها بين قوسين ترمينيشن بين قوسين طردها من الجسم قلالها انتهت بعد ما تشتغلين ومرات اكو لا ادوية هي اكتف ويجي الكبد يحولها اكتف يعني هي اكتف وتصير اكتف يعني يعني دوية يتحول الى دوية وبالتالي فترة بقاعة بالجسم رح تكون اكثر ليش لين هو بقا اكتف ومرات اكو ادوية تكون اكتف يعني احنا ننطيها اكتف يعني ما فعالة بس الكبد يفعل عنا ياهن شن سميه برو درك ومرات عدنا ادوية تكون هي نون توكسي مثلا تصير توكسي او توكسي وها كذا يعني خلصنا هس احنا شنو الادمي خلصنا الابزوربشن خلصنا 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 الميتابوليزم بقى الاكسيكريشن الاكسيكريشن يا استاذي العزيز يصير احنا 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 نري الاكسيكريشن ويتم اطرده خلال الكبد او يطرده عن طريق يعني عن طريق الكليا او اي مكان يطرده لدوة من خارج الجسم فالمهم يعني يطرده الهايدروفليك يعني البولر مثل ما اتمساها قلنا بسهولة يطلعا يطم عن طريق الكيدني يطلعن مثلا البيل مثلا السكين مثلا الليفر الليفر هم ممكن الليفر بس الليفر مو هو يطرد شنو يشمره بالبيل بالمرارة والمرارة يذبه بالامعاء ويطلع عن طريق الغاط تمام البيل مثلا الاسكين العرق اللانج الريات صورة اساسية عندنا احنا اثنين الشغلات مهمة الهيبات الكبيريشن اللي معظم هن قلت لك الكبد مو هو يعني يشمرها بالبيل والبيل هي يشمرها تالي يمتي يشمرها بالبيل من الفيز اول ما لا يفيد فنسخلا بفيستو فيذب هوي يقلوك ويرانك أسد ويقول لا روح الامع او الرينل الرينل هي ممكن تضرت يعني هسا تخيل هاي بومان كابسول وهي هنا عندك ال شو نقول ال إذا تذكرون ال هنا عندك هذا ال و هنا عندك ال هنا يجي مثلا ندو هذا هذا هسا نعتبر هو شنو حسب فيعبر ويروح او ممكن طريقة ثانية يصير بي شنو يعني عبر ما دخل يعني كمل طريق هنا إذا تذكرون الدم يفتر هنا يعني صار دم بكل مكان فش رح يصير بي مثلا هو عبالة فلت بس يمشي من هنا هاي الخلايا رح ترجع تمتص فانتم تص هاي عملية امتصاصة من هذا المكان اللي نسميه re-observation هاي عمية الشمر سميه secretion هو يروح هو هكذا فهمتوا الفكرة ان شاء الله فهمتوا جيد فاكترز افكتن رينال اكسكراتي شنو أشياء ممكن تأثر على يعني اخراج مال الكلية ممكن البلود فلو يعني إذا الدم عليها قليل يعني إذا قليل الدم أكيد الطريح سيكون أقل بلازما بروتين بايندك إذا هذا الدو كلش متشلب بالألبومين هنا أنا واصل فبصعوبة يفلت فبالتالي يصير ضرد ضعيف البي اتش حسب البي اتش هاي فكرة البي اتش يعني مثلا ما قلت لكم فكرة يعني هي دازم أرجعكم على قاعدة لوشات لي ما ريد دخلكم بها بتفاصيل بس يعني أكو أدوية يعني الدول إذا تذكرون المعادلة مع الحامضي هي اتش اي صير اتش اي اتش زائد اي اتش بلاز زائد اي فأنت إذا هنا كأنه هنا هذا كل حامض فكأنك جايز ضيف اتش فيترجح التفاعل الخلفي نحو الخلف فتزداد هاي النسبة وهذا النسبة شنو شوف ما بها إشارة هاي شنو تعتبر هاي تعتبر ان ان شارج في يعني إذا ما دام هي ان شارج ممكن يسر بها لكن الجسم اكون هنا يفرز CO3 وماذا شنو يستوالف فيعني يفرز يو فشنو رح يتحدن سوى فرح تقل الو فيترجح التفاعل الامامي هاي حتى فهمت فهمت ما فهمت فراح تقل هاي الكمية يعني اكثر شي رح شوف التذن البول شوف المشحونات فالمشحون ما يعبر فبالتالي يخرج الاخارج يعني هي هالفكرة اساسي اذا سيتون سلكم عليها محاضرة بس هي اشياء تأثر البي اتش وكذلك اذا اكم امراض موجودة بالكلية دراك كليرانس هي دراك كليرانس تذكرون نفس القضية رح عايد لك اياها الادمي احنا مسولفنا على الادمي قلنا الابزوربشن سولفنا عليها وقلنا اكم اللي رح ناخذ لها واحدة اللي هي بايو افيلوبيت ديستروبيوشن اخذنا بوليوم في ديسترويوشن ميتابوليزم حتشينا هواي بي بس ما اخذنا رياضيات الاكسكريشن قدنا في المعادلة ينسمي دراك كليرانس يعني هي مجر الالمنيشن والالمنيشن هي مفردتين تقصد بيها الميتابوليزم شوف اللي ما اخذنا والاكسكريشن المهم كليرانس مثل ما اتفقنا يتم عن طريق البايلاري لانج سويتينج فإحنا إذا نريد نحسب التوتال كليرانس ونجمع كليرانس مع الهيباتيك زائد كليرانس مع الرينل زائد كليرانس مع البولمونري زائد كليرانس مع الأذرس بس بما أن البولمونري والأذرس قيمة كلش كلش قليلة بحيث لا توصل لا شيء بالنسبة إلى الهيباتيك والرينل فإحنا نحمله فإذا تشوف التكاتب بس الهيباتيك والرينل إذا يعني واحد يقرب مصدر أو مكان ثاني يشتغ تختلف المعادلة فهذا السبب مالته المهم كليرانس عن إس ريليشن تو ذا هس رح نربط إحنا اخذنا قانون و هس خدنا الليلانس شون رح نربط ها يقل كمليتي يعني عندك فد التهسك إحنا خب من ناخذ دم خب ما ناخذ دم جسم كلا لا ناخذ النفذ معين فهذا الفوليوم به مثلا دو هنا 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 فأنا شقد يعني هذا هذا الدو كله شقد القيمة رح أخذ أطر دم مثلا 50 هي هيا 50 نفسها أنا أعممها على الجسم كله فهي قيمة 700 تعتبار هاي قيمة شون نقول فرضية ليش لن احنا قلنا شنو اوش احنا مغذين بس قيمة صغيرة مو قيمة كاملة وبنفس الوقت قلنا احنا الجسم ب إكسترسيلار انترسيلار فاسكولار فيجوز اتخذت بس من الفاسكولار انترسيلار شمدرك بقيمته فإحنا شنو جاين عامل الجسم كأنه كومبارتمنت واحد فنعم مثلا يقل لك مثلا إذا ناخد فالدو نسمي بنزال بنسلين هذا يعتبر كلش هاي كليرانس شنو يعني هاي كليرانس يعني انت تضيل المريض مننا هو يطلع عن طريق يعني كلية أو إلى أي مكان بسرعة ليش لأنه تتخيل 21 لتر يعني بين قوسين هو يفتر بالدم بس تتذكرون قيمة أكبر معناه قيمة تشبيرة لا هي فوق 41 ولا هي قليل من 5 فهو تقريبا متوزع موجود بالبلازمة وموجود بالإنتراسلولار وموجود بالإكستراسلولار فهو موجود بس كقيمة هاي قل لك هي أكثر شي نشوف احنا بالكمبارتمنت فالبنسلين مثلا كليرانس مالت 700 اللي هي تعتبر كلش قيمة عالية شوف ليش هالبنسلين هاذ لين احنا عدنا فاد secretion بالكلية تذكرون هاي بروكسيما كونفولو تيبيول بنسلين بس يجي هنا نطرد رأستا فلهذا نلاحظ نحن كلش عادي لين جسم ما يحبه يطرد رأستا عن طريق ذن الرسبترات أو أي تي بي أما بحيث يطرد منه 90% تبقى 10% يتم اطرد عن طريق اللي هي من فلهذا ما يبقى يعني بسرعة نخلص من عنده ما يحبه جسم فأنا لي جاء نحسب كل وحد نحن الساعة عرفنا لليش نحسب نحسب لان راح نعرف من خلال راح نعرف الدو جد راح يبقى بالجسم يعني إذا الكليرانس عالي معنا جسم راح يبقى شوية و يبطرد بس إذا كل قليل معنا الدو باقي بعد في يبقى ثنين نحن نقدر نقال رياضيا عن طريق المعادلة شوف هاي نقدر من خلال نحسب نحن نحن تمام فالمهم يعني حتى ننقيس حسابات رياضية وكذلك لازم تخلي ببالك أي شي يأثر عن هو نفس يأثر على أصلا هي العفو يعني المنيشن هي الميتابوليزم زاد excretion والكليرنس هي قد وجاء يطلع فكلهن مترابطات سواء فأي عامل يضرب على المنيشن يضرب على الكبد أو يضرب على الكليه هو نفس يأثر على قيمته فمن الأشياء المتأثر ذكر HRH يعني الهارت مثلا إذا عندك مشاكل بالسيركولي أشياء بالكارديو تأثر على الدم الواصل للعضاء فأكيد رح يتعب يأثر على الابنيشن الرينال إذا عندها مشاكل مثل هايكتون بروتين باين باين دي باين دي يباتك إذا مشكلة بلود فلول لفر دي زي ان دكشن ان هذن يأثر على ال بير 450 الهالف لايف الهالف لايف بس كتذكير الهالف لايف هو يعني زمن هو الهالف لايف هو عبارة عن زمن يا زمن يعني الدوة أنا مطيتها مثلا 100% جقد رح ياخذ وقت وقت حتى يوصل 50% بالجسم هذا الوقت اللي أخذ حتى ما وصل 50% نسمي نحن ال time هالف لايف فهو الوقت اللي نحتاجه حتى يوصل الدوة بلازمة بالنص يعني هالف طبعا هو ثابت يمتى إذا اللي يتبع قانون first order كانتك وصلنا إلى موضوع first order كانتك اللي هو هذا موضوع يعني انتم شوفونا مزعج بس هو صراحة حلو بعد عدنا فهد نفرض عدنا فهد مخطط الجسم الجسم من يريد يخلاص من أي دوة يتم التخلص من عند طريقت أما يتخلص من نسميها first order أو الطريقة الثانية zero order هسا تركيز الدواء الموجود بالبلازمة تمام فأنت مثلا موجود هو 100 ميلي غرام من عنده تمام فهي مثلا الس الساعات الأولى الس الساعة الثانية هاف مثلا الأولى الثانية الثالثة هاي الرابعة فأنت شنو هالا يتبع first order يعني يعتمد يعني شو نقول هي ممكن قيمة ثابتة ونحجيناها شوفا يعني مثلا أنا هسا عندي مثلا نقول فدوها سيمتدين مثلا هذا ينطرح كل هالف لايف يطير من عنده فد 20% فأنت هسا حاليا شنو هو 100% خلال هاي الهالف الأولى هالف لايف هسا هاي هنا مثلا الثمانين خلال هاي الهالف الأولى هو رح يقل بهاي النسبة النوبة الثانية هسو 80 هم لازم ينطرح 20 فيوصل 60 وهي 60 هنا فيبدي هم هنا يقل نوبة 40 نجي يطرح تقريبا هاتشي النوبة 20 هاشوف شم هالف لايف صار هن أربعة تذكرون احنا الهالف لايفات مادنة خمسة سواء حتى نوصل لنسبة ثابتة أو نخلص من الجسم هي خمس هالف لايف وين هاي العشرين بعد هنا ناقص 20 صفر فشوف يتبع نسبة ثابتة نسبة مئوية الزيرو أوردر زيرو أوردر مزعج لماذا مزعج المزعج ليس لأن حسابات صعب لأن يعتمد مو على الكلية ولا يعتمد على فشي يعتمد على إنزيم هو يخلص الجسم من هذا هو هذا إنزيم هو يخلص من الدواء فنفرض هاي 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 مية وهنا هاي الهالف الآيف الثانية الثالثة الرابعة الخامسة شوف فإنت الجسم هاي حتى يخلص يعتمد على إنزيم هذا إنزيم عندك يعني يقلك أنا كل هالف لايف أشتغل على 50 مثلا جزئة من الدواء نفرض أي الدواء X تمام بس 50 هاي ألف نعتبر تمام فهو يشتغل على 50 في يقول لك أنا بالهالف الأولى راح أخلص من 50 مو 50 بالمية لا 50 يعني هو إنزيم يعني شون عندك يديا 2 تقدر تشتغل بس يديا 2 تقدر تكتب لك 3 صفحات بن 5 ساعة تمام هي هاي انتمال تقدر عليها ف بالهالف الأولى هو 50 يقدر يخلص ها خلص 50 النوب يرجع هسول 950 النوب هاي 900 النوب مثلا 850 تمام وهكذا ينزل 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 نسبة كلش بطيئة بحيث معناها شقد رح ياخذ فترة طويلة لأن النزيم يعتمد على هذا النزيم تجي مشكلة هسول ويستمر على هاي الطريقة ويخلاص حلو بس عنده مشكلة مرات تططي دوا ثاني وهذا دوا هم يجي يشتغل على الساتوريشن فيصير شوان بناتهم مثل واحد يقول انا دوري وهذا يقول انا دوري فمثلا انتهس حاليا جاي تشتغل على هذا الدوا بالأزرق اليو الـ اكس حسا مشل هنا يجي هاي كلش قوي بحيث شنو اخذ دورة حيث بدي يشتغل فهو شنو مثلا خلنا فرض هذا كمل هو صار السبع كمل الهنان بهذا الوقت دوا الأزرق ما يقدر لازم هو يشتغل على هذا النظيم فشنو رح يدخل حالة بلاتو فايز شف اتشظ نسبته ثابتة تخيل هلنبو فجأ شوية ذاك خطين قهر علي قل يلا هس انطيق دورك فانطا دوره بدأ ينزل بس من انطا دوره هذا هم دخل بلاتو فانت تشوف الشكل اللي رح يظهر عندك مرات مثل بلاتو فايز اما هو نسبة مئوية يعني مثلا نطبق على القيمة الالف يعني الالف ناقص 20% يعني طرحها على 20% فهكذا تظل هتشي تنطر حصير 800 750 700 وهاكذا وممكن يدخل في حالات بلاتو فهذا مشكلة الزير احنا مرات نسمي non linear أو saturation الفيرست order نسمي linear تمام هاي نخليها بالنا المعلومات المهمة مع شنو عندنا it's important to determine how frequently the drug is given to the patient لازم تخلي بالك تكل شقط طي دوام تكل المريض كتلة ساعات كالسي ساعات حتى توصل إلى حالة steady state حالة steady state هي نفسة كمية الدواء اذا اذكركم بالمحاضرة السابقة او ما حتشينها اعتقد حتشينها عادة مرة ثانية انت قلت لك half life عدنا فرح ارسم لك اياها لان هما خربطين المحاضرة فانت الدواء ما تذكرون حتشين اكو نسمي احنا therapeutic window تمام هاي therapeutic window اللي هي قلنا اما تكون شبيرة مربع شبير او مربع صغير اذا عبارة فوق تصير toxic اذا جو ineffective فانت انطيت مثلا اشقدت القيمة هسه حاليا انطيت 100 من الدواء وهاي half life الاولى الثانية الثالثة الرابعة الخمسة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة فانت هسه هاي المية من انطيت هاي شنو half life يعني شنو تقل القيمة للنص يعني هنا نص يقل الدول هنا شوف رح تلقى تقل قيمته لهنان انت قلت المريضة كل سالساعة تاخذ لحبايا يا استاذ فهو اذكر ها خلص سالساعة خلل اخذ حبايا ثاني فسو خمسين رح ياخذ حبايا فخمسين زاد مية شنو رح اصصير مثلا هنا مية وخمسين فرح تصعد النسبة رأسة مية وخمسين تمام هاي مية وخمسين هم رح تبدي تنزل 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 النص يعني شقية خمس وسبعين فرح يبدأ ينزل ينزل هنا مثلا خمس وسبعين هم اذكر سالساعة اخذ هو حبايا فشنو رح يصير رح تبدي تصعد القيمة هسا هي خمسة وسبعين رح يصير مية وخمسة وسبعين يعني شقية بالله خلونا نجيب هذا شوي انا مهم بالرياضيات مية وخمسة وسبعين تقسيم اثنين رح توصل سبعة وثمانين ونص هسا قول ثمانية وثمانية هسا هما سوى الذكر قال طبيبي ميئة ميليغرام فحسب مية زاعد ثمانية وثمانية فالمية وثمانية هنا نفرضها فش رح يصير رح يزداد هنا وهم يبدي ينزل للنص مية وثمانية نش قد نص ها أربعة وتسعين يبدي ينزل أربعة وتسعين هاي تقريبا هنا شوف سوى حاليا بل British wet المهم نكمل نخل حاليا هنا وهم هيا 94 ب قدم من وصلة 100 تقريبا تمام من وصلت هنا مية حتى لو بعدي هسا راح يبدي يستمر هو على مريضة عند مرض مزمن فراح هو مية جي أخذ حبا يوم المية راح يصير شنو ميتيان ميتيان سوري راح يصير ميتيان ميتيان راح يشنو هم للهالف لايف السادسة راح يصير نص الميتين مية ويرجع يعني ميتيان ويرجع مية ويرجع ميتين وشوف فوصل الى هاي الحالة بحيص صارت هاي المية شوف الناس لها يعني الانطرت وهاي القيمة الاساسية اللي هي دراك افدس ادمنستريشن اللي يالاخذه صارت هاي قيمة المية سوى مية مال الالميشن هاي الالميشن بالإي مختصارها وهاي الادمنستريشن بالإي مختصارها فشوف مادام صار متساوية نقول الدواء دخل حالة الستيدي ستيت هاي بحيث هو باقي ضمن الثرابيوتك وندو هاي الثرابيوتك وندو وضمن مستوى متنازق موجود في الجسيم وعن لهذا احنا نقول للمنريض لا تغلس على الدواء اخذي بالوقت المطلوب من عندك لتطلب مني كده الطبيب وهاي المعادلة اذا تريد تحسب الهالف لايف هاي واذا تريد معادلة بعد ثانية اذا اقلال لك هو حاليا الدواء حسب هاي انت الستيدي ستيت هو خذش قد كل خمس هالف لايفات كل اي دواء يوصل هالف لايف مالتا فانت اذا تريد تعرف الستيدي ستيت يعني مثلا يسلك سؤال دواء مالتا يعني ياخذ مثلا مئة مئة يعني شو نقول ياخذي كل سي الساعات تمام فيمتى يوصل الهالف لايف مالتا تقل له ضربه في خمسة يعني مثلا يقل لك هو كل الدواء ياخذك مثلا مئة ميليغرام كل سي الساعات فت شنو تقل له يقل لك يوصل حالة تقل له ورا خمسة هالف لايف يعني تضرب القيمة في خمسة تمام وعندك هاي القيمة اذا اغطاك وكليرانس والهالف لايف هاي تقدر تطلع من اده فمثلا اذا الدواء مالتاك صادف انه مالتا عالي فالهالف لايف مالتا رح تبقى عالي اذا صادف انه مالتا كليرانس عالية يعني علاقة عكسية رح يتقل العفو اه نرجع نقامل فرس او دا مثل ما اتفقنا قلنا هي اه قيمة ثابتة وبروبورشنال نسبية شوف نسبية من النسب اه يعني هاي ات هاي كونستريشن ان لو ات لوي كونستريشن يعني كل ما كان الدواء انطيت انت بتركيز عالي كل ما هو يتناسب طرديا ويطرد في اليمنيشن اللي هي هاي رسمناها اتونا اوكي يعني مجرد كلام مكرر فانت هنا نقل لك معظم انترى الادوية رح نحن يشتغل على هذا الفرست او دا بس ات اذا وصلت حالة اووردوز مثلا المريضة كيدي تسمم ممكن يدخل بالهاي زيرو كانتك احنا نعرفها ممكن ليش موزعجانيا تعتمد على سيستيم ساتوريشن سيستيم وهذا ممكن يبقيه واي بالجسم ويصير خطر هو وصلا خطر بعد هو جاي اخذ اووردوز اوكي وهاي فرست اووردوز توني قلناها اصير يعني بهل تركيزتش سمي لوغ نسميه اسكيال نسرش دفول باي ففتيز always the same constant شوف قل لك النسبة دائما هاي تعريف الهالف مرة ثاني قل لك يسقط خمسين بالمئة والنسبة دائما ثابته عشرين بالمئة ناقص عشرين بالمئة ناقص عشرين بالمئة ناقص عشرين بالمئة وهكذا الزيرو اوردر مثل ما قلت لك هي نون لينر نسميها و تقل لك هي شي اسميه بقى وانذا تشتغل على الانزايم او رينا ترانس مورتل بحيث عددهم قليل فيشتغل على عدد قليل يعني يعني شو نقول خمسين مليغرام يطرح بالساعة او بالهالفايف الواحد فانت كل ما زيد يعني اذا صار عندك اوبردوز الفرس تتحول زيرو زيان انت اذا هو الدوا اصلا زيرو و سويت شو نقول سويت حالة طيت دوا عالي نسبته هذا الانزيم رح يفول هو يقل لك انا ما اقدر انت اقدر بس اشتغل يا بخمسين مليغرام انت جاي يسوي لي اوبردوز شون رح اصير عندك مشكلة بحيث يصير مشبع كل شي يشبع وممكن يدخل ببلاتوفيز وهنا بيرجع يكمل ويظل فترة طويلة بالجسم فلازم انا اخلي ببالي هاي الاشياء ببالي جدا يعني لازم ضروري انت بالي فيقلك كل اشقالي تريش والحلو يعني الخبر حلو كل اشقالين من الادوية تشتغل هذا زيرو مثلا اسبرين اذا اعطيتها بنسبة عالية فينتون ثيوفالين وفيرابامير وفلوكسيتين وعدك اكدو يسمو مثل ميثوتريكسيت اللي هو هذي هم يعتمد يقلك ساتشربل على الساتشربل انزيم اكو مثلا اكو ادوية مو ادوية يعني وانما مثلا الكحول او مثلا اكوفت شي مثل مخدرات ام دي ام اي هذا انه يعني تبرا مو ادوية بس هم يمشنوية يعني مثلا هذا اللي يشرب كحول راح يدخل بزيرو اوردر فهي بحيث تشوفه دائما ثترة طويلة يظير شون هاي مقارنة هذا قيمة عددية شوف يعني هاي ناقص عشرة يعني الف ناقص عشرة تسعمية وتسعين تسعمية وثمانين تسعمية وسبعين شوف عشرة مليغرام مثلا بالساعة هذا لا بنسبة مؤوية يعني بالساعة مثلا عشرة بالمية الف ناقص تطير منها نوخ الاساعة تطير منها عشرة بالمية يعني تسعمية تسعمية تطير منها عشرة وهاكذا شوف الهالف لايف هنا ثابتة تكون بشرط انها ماصر اكو اوفردوز وحتى يعني يقلك لو تغير انت النسبة هي الهالف لايف ثابتة هذا لا يعني انت كل ما تغير عدد عندك انزيم يشبع فصير مشكلة فالهالف لايف تختلف مثال عليه مثلا براستيمول امبسيلين هنا نفينتون ثرامول ويثانول يعني الكحول اه 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 نقدر نت نتوقع يم تنوصل الى حالة الستيدي ستيت يعني مثلا تنبؤية نقدر بها اللي قلت لك نضرب رأس انا في خمسة لا حسنا اه 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 وتكلم مثال اه 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 المثال المهم يقول لك هاي اللون لاينار كاينتكس احنا ممكن ندخل حالة هاي لطريقة اللون لاينار اذا واحد اخذ هواية ادوية بولي بفارمس يعني اخذ اكثر من حبايا اوكي اه اه ينتهي بالله صير حالة مثلا ليش اصلا هي صير مثل ما قلت لك يصير يصير مثلا المن يصير للCYP لهذا الانزيم أو مرات يأخذ أكثر من دوا واحد من ذنة الأدوية يسوي انهيبشن للانزيم هذا نفس اللي يشتغل فيدخل حالة ولا دوا يظل يطلع من ذنة اللي يشتغل على زيرو أوردر تمام فيقل لك يا عامين قوسيا ليش مشكلة لأن ممكن يصير كومبتشن أو انهيبشن للانزيم هذا نفس قلت لك أنا شون نوصل نحن للستيدي ستيت منظل يطرح لك وجمع مي 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 هاي توني اسمناه وين هاي منظل لحد ما وصلنا لحالة الستيدي ستيت هاي نفسي قلت لك حتى نوصل إلى حالة الستيدي ستيت نظل نسوي ربيتين دوس اشقد نحتاج نحتاج خمسة هالف لايف شنو تعرف الستيدي ستيت مثل ما قلت لك منذ سمناها نسبة جاينا أخذها تساوي الاليمنيشن مية يعني تساوي مية مثلا أرقام فرضي يعني ازيلا فارما كانت توقف ربيت دوس for example the time taken to reach ستيدي ستيت مثلا 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 منطق يعني إذا مثلا الهالف لايف ما دوه ساعتين يقل لك كم تيوصل حالة ستيدي ستيت تترى تضربها في خمسة يعني يقل لها عشر ساعت إذا مالت 24 ساعة يعني ياخذ حباي باليوم يضربها في خمسة تطلع مية وعشرين يعني خمسة يام ووصل وكذلك يقل لك حتى نخلص من عنده من ستيدي ستيت حالة ستيدي ستيت بنرمز لها كونستريشين بلازمة ستيدي ستيت سي بي أس اس حتى توصل إلى الانت هم تحتاج خمسة هالف لايف شوفوا المية على الهالف لايف مالتها نصة خمسين نصة خمسة وعشرين نصة وحكرا يعني أنت مثلا يقل لها لك سوحاليا بلا ستيدي ستيت تقل لها يحتاج بلا قل لي هالف لايف مالتها دواش قيت مثلا يقل لها لك مالتها هالف لايف مية مثلا يعني مهم يعني تقل لها يحتاج خمسة هالف لايف حتى يخرج خارج الجسم هاي هاتش كلنا نطبق نحن هي اللاينر والفرست أوردر ليش لأن نقلنا نحن ما تتغير الهالف لايف ما تتغير ثابتة مع الفرست أوردر هنا تختل ليش نعتمد على انزيمات والانزيمات تخربط كل شي يقل لك نحن ممكن نوصل إلى ربيتنك دوس هاي مثلا طي حبايا كل سس ساعة تأخذك حبايا أو ممكن حتى عن طريق الـ IV فلويد بس هاي يعني شايف هاي مني يحطوا مغذي يعني المريض فمثلا يصير منقط كل شي بطي يعني بحيث هو يحاس بها حساب يعرفون كون خلال هاي الساعة تنزل عشر قطرات حتى وهنا تبدي الوقت يعني ظل هي بحدة بدون ما يجي شرب حبايا هو بحدة محسوب حساب عادي فأنت حتى توصل إلى البلازما ستيدي ستيت تش سوي تحسبها عن طريق دوس ريت على الكليرانس الأدوية اللي بيه شورت هالف لايف يعني مثلا كل ساعة ون ساعة ممكن ساعة نقز هاي كل ساعة ساعة هاي شورت هالف لايف كلش بطيئ فممكن ما نوصل ستيدي ستيت كلش يعني صعوبة يش لأنه ممكن يخربط به هالمريض ممكن هي خلال ساعة ستنزل إلى نسبة أقل يعني مو ثرابيوتك وندو هاي رسمنا فإحنا قلنا إذا قل يجو شنسم ينفكتف فممكن كل سهول ينزل هاي فأنا كش ما استفادت منه يعني كلش قلي خلال يمكن بس ربع ساعة واشتغل والباقي كلها ضاع من بين الدوزات هو جاي روح وعدنا في المصطلح نسمي اللودينج دوز اللودينج دوز شنو مرات يجين واحد بالطوارئ أنا ما لأقعد أنطي حبايا كالسساعات لو أنطيم وغذي يقطر لكل الساعات هذا يموت ويروح ينتهي فأنا شا سوي أضعف الكمية يعني أنا مثلا هسم الساعة هذا من حيشين علي أبو المية حبايا ياخذ كل الساعات بدل ما أنا قضية يسوي ينزل ويصعد ويصعد أنا شا سوي بدل هو أنا مريدة يعني يوصل للمية فأنا شنو أقل بس أخذ اليوم أو أطير رأسة حبايا أم الميتين حبايتين يعني فوش رح يصير الحالف لايف الأولى يعني نص نص مية نص ميتين مية هس وراه أنا طبعة أضل أنطي زائد مية صارت ميتين شوف أنا خلال حبايا وحدة دخلت رأسة في حالة بس هاي حالة كلش خطرة صحيح أنا ما رح أنتظر وصحيح أنا إذا أكدو يعني يحتاج بالحبايا باليوم أو حبايا باليومين أو شنو هاي ممكن حالة خطرة مايسر أنت تطيق بكيفك لأن لازم تنتبه يعني أكو أدوية مثلا لكاين تكون روز ميتين هاي لازم نطي مثلا مثلا هذا هالف لايف مات هي ساعة لا ساعتيا وانت مات يتنتظر في من ساعات فانت شنو رأسة تظر يعني تشوف هاي خلال هالف لايف يعني مثلا هو مية خلال هالف لايف أنا رح نطي خمس مرات مية 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 فشنو يعني تقول هاي كل ساعة أنا رح نطي مية يعني تقريبا خمس مية مية خمس مرات يعني يعني مية في خمس مية خمس مية فلازم تخلي بالك تنتبه لأن هاي ممكن أنت رأسة الدخل يعني 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 يدخل بالتوكسيك افكت فأنت هتخلي لازم بالك ولازم كلش مباشر وتنتبه على مريضك هنا خلصة المحاضرة أتمنى كان أتمنى كان لكم التوفيق شنو أتمنى التوفيق لكم إن شاء الله مع السلامة ونتبقيكم في محاضرات قادمة إن شاء الله مع السلام